مليون وسبعمائة ألف عائلة معوزة في الجزائر هي آخر الإحصائيات التي أعلنت عنها الحكومة خلال شهر رمضان الفضيل فهل يعكس هذا الرقم العدد الفعلي للمعوزين في الجزائر؟ نقول للسيد الولي شوف هذه القضية تقف تنظمون وتلعب رأني سون بورسو عندي الحق ورأني معوز هذه البطاقة تاي وعندي القانون هيوينية غير مؤمنة اجتماعيا هنقول ماذا بي شوف هذه تاي الفقارة والمساكين وتاي جلاليل ورأني عندي ربع أولاد وانا عندي الحق التحقيق والذي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات والذي أعلن فيه عن وجود 15 مليون فقير تم تسجيلهم سنة 2010 يؤكد أن ملايين الفقراء في الجزائر هم خارج حسابات الحكومة اليوم على الأقل فيما يتعلق بتقديم المعونات خلال شهر رمضان الكريم مع العلم أن أزيد من 1300 بلدية في الجزائر مصنفة في خانة بلدية فقيرة تعيشوا على إعانات صندوق الجماعات المحلية المشترك من بينها 800 بلدية صنفت ضمن خانة الأكثر فقرا وتضم 20 مليون ساكن يحظون بمساعدة إضافية القيمة المالية الإجمالية هي 7.5 مليون دينار في حدود حوالي 1500 قفة ستوزع على العائلات المعوزة قفة رمضان تحولت إذن إلى مؤشر علني لعدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يضطرهم الحاجة إلى الوقوف في طابور التشهير بفقرهم مع حلول الموسم الرمضانية فما هو العدد الفعلي لجزائريين تحسبهم الحكومة أغنية من التعفف؟